حلوين معلش هقوم علي مؤثر معاكو بس انا رفعتلكو اغلب حساس المراجعة ولكن الجزء ده هنراجع فيه تريكات مهمة تريكات مهمة جدا هتنفعكو في الامتحان ولمة الدنيا بصورة اولا لو جينا نتكلم على المادة الرمادية في الحبل الشوكي وقلنا ان هي جواها هي شبه حرف اتش الجزر اللي فوق ده اسمه جزر ظهري اما اللي تحت ده جزر بطني الجزر الظهري ده داخل فيه خلايا عصبية حسية الحسية وبيسموها الواردة اما الجزر البطني طالع منه الحركية وبيسموها الصادرة اما اللي في النص دي هي الموصلة وقلنا دي اقصر واحدة فيهم الحسية بيبقى الجزء ده بتاع الجسم وهنا التفرعات الشجيرية الشجيرية وده الجسم بتاعها وده التفرع النهائي بتاعها الحسية خلي بالك المسافة بين الجسم والزواد الشجيرية دي اطول من دي من دي خلاص طيب يا سيدي يبقى الجزر الظهري ده بيدخل خلايا عصبية حسية واردة اما الجزر البطني بيخرج منه خلايا عصبية حركية صدر طيب الحبل الشوكي المادة الرمضية بتاعته هي المركز بتاع الافعال الانعكاسية الافعال الانعكاسية هي المركز الرئيسي بس في مراكز تانية او في مراكز تانية للافعال الانعكاسية يبقى احنا لو قلنا الافعال الانعكاسية ليها مراكز تانية او ليها مراكز تانية الافعال الانعكاسية ليها مراكز تانية غير المادة الرمضية بتاعت الحبل الشوكي دي الرئيسية في مراكز موجودة تانية موجودة فين قال لك في مركز موجود فيه تحت المهاد تحت المهاد في ملاكز الافعال الانعكاسية الخاصة بدرجة الحرارة درجة الحرارة والجوع والعطش والشبع والجوع والعطش والشبع والنوم خلاص طيب يا شباب يبقى عندنا تحت المهاد ايه تاني غير الحبل الشوكي وتحت المهاد حبل شوكي وتحت مهاد عندنا افعال الانعكاسية في الدماغ الاوسط الدماغ الاوسط في افعال الانعكاسية خاصة بالافعال الانعكاسية السمعية يبقى الافعال الانعكاسية السمعية طبعا احنا عارفين الفعال الانعكاسي خليها عصابية حسية قبلت الموصلة الموصلة قبلت الحركية وهكذا ده اسم القصل الانعكاسي طيب في مكان تاني قالك احنا قلنا تحت المهاد والدماغ الاوسط يبقى تحت المهاد والدماغ الاوسط وقلنا الحبل الشوكي الحبل الشوكي يبقى دول تلات اماكن والمركز الرئيسي فيهم الحبل الشوكي. انا بنسجل. طيب دي اول تركة. طيب يا سيدي. خلي بالك. خلي بالك. لو قالك اتجاه السيال العصبي. السيال العصبي. في اتجاه واحد العصبي. اتجاه واحد في الخلايا العصبية. في الخلايا العصبية. يعني لو دي خلايا عصبية. دي خلايا عصبية. السيال بيبقى ماشي ازاي من جسمها للمحور بتاع. في اتجاه ما يرجعش تاني. اما الامتى يبقى السيال في اتجاهين? لو كان عصب مش خلية عصبية مختلط الاعصاب المختلطة ممكن يبقى السيال في اتجاهين وليس اتجاه يبركز بين خلية عصبية وبين عصب العصب لو كان مختلط يمشي السيال العصبي في اتجاهين تمام ازاي نحسب جهد الفاعلية جهد الفاعلية بنحسبه ازاي بتجيب انت القمة بتاعتك اللي انت وصلت لها دي بالموجب لما كانت عندنا موجب اربعين ودي سالب سبعين بتقول ايه موجب اربعين ناقص سالب سبعين عشان تحسب جهد الفاعلية فسالب في سالب بتبقى موجب يبقى موجب اربعين ودي بقت موجب سبعين يبقى بقت موجب مية وعشرة ده بيسمو جهد الفاعلية طب لو انا قلت هنا جهد الفاعلية هيسوي كام وعملتلك الرسمة كده هنا موجب خمسين موجب خمسين وهنا سالب سبعين هنبقى ازاي هنقول موجب خمسين ناقص سالب سبعين بتبقى ازاي السالب بتبقى موجب وسبعين وخمسين هتبقى مية وعشرين يبقى جهد الفعالية دايما بالموجب وهو لما تطرح الرقم الكبير بالموجب ناقص السالب فالسالب يتحول لموجب ده فكرة حساب جهد الفعالية طيب امتى نقول لفظ بول على السائل اللي تم ترشيحه في الكلية اول ما يوصل الانبوبة دي اللي هي دي اللي بيسموها القناة الجامعة يبقى الجامعة دي هي اول مكان بيتقال عليه لفظ ايه السائل اللي نزل فيها بول طيب يا سيدي ده مهم جدا خلي بالك حركة الاوجزينات لو هنا الشمس بتبدأ في القمة النمية تتكون بتتحرك الاوجزينات بالانتشار بالانتشار اذا هي محتاجة بتاع النقل النشط لأ لأ يبقى حركة الاوجزينات يبقى دي اول حركة ايه تاني حركات بالانتشار فاكرين الصغور التبادل الغازات في الصغور بيبقى بايه بالانتشار في الورقة دي طريقة تانية طيب تفاكرين جهاز غسيل الكلة السائل هو معدي من هنا بيرشح اليوريا وبيتلحها ازاي والمواد بالانتشار اذا احنا خدنا الانتشار في حركة الاوجزينات خدنا الانتشار في تبادل الغزات تبادل الغزات خدنا الانتشار في غسيل الكلة في غسيل الكلة طيب يا السيدي اوكي خلي بالك النتح العديسي ده بيحصل بس في الصيقان الخشبية اللفظ الصيقان الخشبية مش حاجة تانية طيب يا سيدي اوكي طب لو لك النتح لو شجرة شجرة ونعناع شجرة بلوت مسلا ايه النتح اللي بيحصل في البلوت نتح ثغري نتح كيوتيني نتح عديسي اما النعناع ثغري وكيوتيني وما اقولش فيها ايه عديسي لان العديسي ده بتاع ايه الاشجار وخلي بالك النتح الصغري بيمثل كام من نسبة المية اللي بيخرجها النبات ككل تسعين في المية يعني يمكن نستغناء عن النتح ونكتفي بالنتح الثغري حتى الادماع ملوش لازمة بالنسبة للنتح الصغري هو اهم حاجة السؤال انتو بعتوه كتير لما تتعرض تعرض العين لضوء ساطع العين لضوء ساطع فكرة تعرض العين لضوء ساطع ده فعل منعكس او قص عكاسي فعل عكاسي هتقول ان في خلايا عصبية حسية تدرك الضوء تصل الى الحبل الشوكي في المادة الرامدية او المخ خلاص لان في بعض الافعال الانعكسية في المخ ولكن خلينا نقول الحبل الشوكي وتوصل الخليل العصبية الموصلة السهال انتقل الاشارة او الاستجابة في الخليل العصبية الحركية فتعمل على ضيق ضيق حضقة العين وفكرة ضيق واتساع حضقة العين دي كانت في السمساول برا سمساول ملغية ولكن اديك على الفئة اعرف ان هي قوس انعكاسي تمام لو انا عندي خلية عصبية كده واي دي التفرعات النهائية بتاعتها دي التفرعات النهائية بتاعتها وقبلت خلية اتنين تلاتة واتنقل السيال كده ومشي هل هيتنقل السيال التلات خلايا اللي وراها بنفس الشدة ولا الشدة تتغير بنفس الشدة بنفس الشدة ما يختلفش خلاص ده بالنسبة لنقل السيال طيب اول ما تلاقي منصق السيالات او تنسيق او لفظ تنسيق السيالات مين منصق منطقة المهاد مين مهاد منصق على طول طيب الفص الجبهي ده الفص الجبهي في حتة فوق منه وفي حتة دوريات تحت هيه اللي فوق دي المسؤول عن الحركات الارادية واللي تحت دي مسؤول عن الزاكرة والنطق خلاص هو متقسم جزئين الفص الجبهي الفص الجبهي متقسم جزئين ماشي يا سيدي خلي بالك المية والنبات وهو بيعمل عملية النتح دي الثورة هي ودي خلايا حارسة خلايا الحارسة دي بتفتح وتقفل هي المسؤول عن فتح وغلق ده النسيق العماده ده الاسفنجي تفتكر المية اللي خارجة البخار المية في النتح اللي خارج بالانتشار جاي من جاي من جوه الخلايا عبر الاخشية عبر الاخشية بتاعة الخلايا البلازمية للخلايا ده بينطبق عليه فكرة الاخراج انه مدى عبر الغشاء تمام يبقى عبر اخشية هوكي يا شباب طيب فقدان ماء من النتح الساغري ده بيمثل قولنا تسعين في المية من الفقدان الماء المفقود من النبات كله ركز معايا في الجزئية دي لو ده الشمس هنا وده طبقة الخلايا البعيدة على القريبة من الشمس دي البعيدة لو كانت الخلايا كده بعد ما الاكزينات تهاجر لها تبدأ الخلايا تستطيل تطول يعني لو هما كانوا صفة اتنين تلاتة اربعة بتبدأ تلاقيها عملت استطالة كده الخلايا اللي بعيدة عن الضوه لانا الاكزينات بتتراكم في الجانب بعيدة عن الضوه تعمل استطالة يعني الخلية بدل ما قصيرة تطول تعمل استطالة ونمو استطالة ونمو فعشان كده للجانب البعيد دي بقى اقوى ومين اللي بينكسر الضعيف طيب دي قصة في مادة اخراجية بتخرج من عضو واحد مفيش تاني لها هي سانوكسيد الكربون بتخرج من مين بتخرج من الرئة بس متخرجش من مكان تاني لكن المية والفضلات النيتروجين بتخرج من كزا مكان خلي بالك الهيموجلوبين هيموجلوبين ده بروتين بروتين المفروض ما ينزلش في سائل الرشيح ولكن الهيموجلوبين ده ممكن ينزل ليه حجمه حجمه صغير اما اللي ما بنشوفوش في البول لان الهيموجلوبين لا بيبقاش ماشي لوحده بيبقى جوة خلايا الدم الحمرة الهيموجلوبين بيبقى جوة خلايا الدم الحمرة فبيبقى من ضمن خلايا الدم اللي اصلا ما بيتمش ترشحها ولكن لو حدث مرض ادى الى تكسير خلايا الدم ايه لا يحصل ان الخلايا الدم هتتكسر مين يتحرر منها الهيموجلوبين فتلاقيه غصبا عن اي حد بينزل في سائل الرشيح وينزل في البول عشان كده في بعض الامراض زي مرض اسمه فافيزم مرض انيميا الفول طفل صغير اكل فول اكل فول فتلاقيه عيني الدم في جسمه بيتكسر والولد بقى مصفر جاله الصفرة وراح المستشفى نقل دم ده بسبب ان خلاة دم الحمرة اتكسرته فبدأ ينزل خلاة دم الحمرة بالهيموجبين بدأتها اللي بنتكسر كله ده فين في البول الطبيعي المفروض ما ينزلش طيب لا يتم ترشيحه وهنا لا يوجد في البول لا يوجد في البول لا يتم ترشيحه هو خلايا الدم بانوحها خلايا الدم والبروتين دول لا يتم ترشيحهم طب مين ما بقاش في البول خلايا الدم والبروتين انا بتكلم على شخص صليب والجلوكوز المفروض ما يبقاش فيه جلوكوز في البول ولا فيه جلوكوز يبقى ده مريض بول سكري او عنده فشل كلاوي يبقى دول مواد لا يتم ترشيحها ودول مواد لا يتم موجودهم في البول خلي بالك زودنا ان الجلوكوز هل في فيتامينات في البول ممكن يبقى في فيتامينات في البول او ممكن عشان كده الناس ايام الكورنة كانت بتبلبع فيتامينات كتير فكاد مالهاش لازمة بتنزل في البول وتخرج عن طريق الكلية خلي بالك اخشية المخ اخشية المخ التلاتة الام الحنوني اللي محوطة المخ والام العنكبوتية اللي في النص والام الجافية الجافية وخلي بالك العنكبوتية حواليها سائل بيسموسي اس اف. كل الحاجات دي طبعا السائل بيحمل مخ من الصدمات. وظيفتها حماية مع الجمجمة مش كده وبس وتغزية. فركز جدا على كلمة تغزية دي بين السطور. ازا الجهاز العصبي وسائل تغزية في الجهاز العصبي في الجهاز العصبي. خدنا في الخلايا العصبية في حبيبات فيها اسمها حبيبات نسل. حبيبات نسل. في حد بغز تاني خلايا الغراء العصبي. خلايا الغراء العصبي. في حد بيغز تاني? اوكي. لسه ايلين الاخشية السحائية. تمام? اوكي يا شباب. طيب لو حبنا نقطع النبات في التجربة بتاعت اسبات سعودوا النباتكم. نبنقطع النبات تحت سطح الماء. تحت سطح الماء. عشان ما بقاش في فقاعة هوائية. تدخل في اوعية النقل. فتسدها. فتقطع. تعمل قطع لعمود المية. وبالتالي ما نقدرش نسحب المية في التجربة. يبقى عشان كده بنقطع النبات حتى لا تتسرب فقاعة هوائية وتسد اوعية النقل. اوكي يا شباب. طيب. لو انا اتكلمت على الفضلات النيتروجينية. فضلات نيتروجينية. بالنسبة للنبات. ولا اي خطر. هيتم عادة استخدامها في بناء البروتين. البروتين. اما في الانسان دي يوريا وحوار كبير ومحتاجة كلا ودنيا خربانة. تمام? فهي خطيرة في الانسان. تمام يا شباب? تركة مهمة جدا لو دي خلايا عصبية. هنا موجب. وهنا موجب. وهنا سالب. وهنا سالب. وهنا موجب. وهنا موجب. طبعا هنا سالب سالب سالب. موجب موجب. موجب موجب. سالب 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 سالب. قال لك بوسيا سيدي. هنا يا باشا موجب بوجود البوتاسيوم. وهنا موجب بوجود السوديوم. تفتكر الحالة اللي هنا دي حالة ايه? والحالة اللي هنا دي حالة ايه? وطبعا دي كلنا عارفينها. دي واضحة. دي حالة ايه? دي حالة اثارة. او ازالة استكتاب. بسبب دخول ايونات السوديوم. دخول السوديوم. فبقى برسالة بجوة موجب. امال دي بقت موجب بس البوتاسيوم هو اللي نخليها موجب. ده معنى ذلك ان البوتاسيوم بيخرج. دي حالة عودة للراحة. امال اللي هنا موجب دي. بالسوديوم. دي حالة راحة. لسه ما حصلهاش ان السيال عد عليها. فاتجاه السيال كان ماشي كده. كان ماشي كده. عد هنا الاول. وبعدين هو مازال هنا. ولسه داخل على دي. على قصة. فمهم جدا تعرف الموجب دي. لو بسبب ما بتاسم بدي عودة للراحة. خلي بقى لك فترة الجموح بتحتاج وقت عشان ترجع الخليل العصبي تقدر تستجيب من واحد من الف للثانية لثلاثة على الف من الثانية. الكلام ده حتى تعود ليه ما بتستجيبش المؤسر? تعود الخصائص. الخصائص الفيسيولوجية للخليل العصبي. الخصائص الفيسيولوجية ان بره كان السوديم قد جوه عشرة لخمستاشر مرة. وان البوتاسيوم جوه تلاتين مرة. كل دي اسمها الخواص الفيسيولوجية. بتاخد وقت عبر ما ترجع لوضعه ده ومتستجيبش لأي مؤسر. خلي بالكو الفرق بين الكيراتين والميلانين. الميلانين دول في الجلد. هما الاتنين. الكيراتين مادة قرانية يعني صلبة. بتبقى غير حية. مادة غير حية. جاية في الطبقة السطحية للجلد. دي وظيفتها منع اختراق المايكروب. منع اختراق المايكروب. اما الميلانين ده بيدي الجلد لونه. الجلد. لونه والعين والشعر. وظيفته حماية الجلد من السلطانات. من اشعة الضرة. من اشعة الضرة. وبيدي الجسم لونه. اللونه الامحي. قصة عملية الترشيح. هي العملية الاهم. دي محفظة بومن. قريبة. ثانية هنل بعيدة. وانا جامع. ركز معاه في اللي جاي. هنا بيدخل الشريان الكلب وبيدينا فارع يدخل. بيعمل حاجة اسمها الجمعة الشعرات الدموية. يبدأ الجمعة ده يدينا ايه? الشعرات دموية تانية عشان تصحها الخطأ. هنا تم ترشيح جلوكوز وتم ترشيح ماء وتم ترشيح املاح وتم ترشيح فضلات نيتروجينية اللي هي اليوريا. مين اللي انت نفسك ترجعه? الجلوكوز اللي مهم كله يرجع وبعض الماء وبعض الاملاح. اللي مستحيلة رجحها اليوريا. طيب. بيتم هنا دي هنا دي عملية الترشيح. تمت في محفظة بومن بسبب ضغط الشرايين او الضغط الدم. ضغط الدم اللي موجود. بيسمونه لهيدروستاتيك. طيب هنا في القريبة بيتم عملية اعادة الامتصاص. لو في جلوكوز هنعدي امتصاصه واعادة الامتصاص الاختياري. وده بنستهلك فيها اي تي بي. جايبينه من الميتو كوندريا. ازا انا هنا بستهلك اي تي بي. خلاص طول ما اليوريا ماشي هنا. ماشي 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 تركيزها بيحصل ايه لليوريا? تركيز اليوريا تركيز اليوريا بيزيد لان انت بتعدي امتصاص المية وبالتالي بتبقى اليوريا مركزة. اكتر تركيز بيبقى في القناة الجامعة. تمام? ده الجمع اخلي بالكو ده الشعارات الدموية بيسموه جلوميريولاس. جلوميريولاس. اما محفاظة بوما اسمها باومان كابسول بالانجلش. طب لا ارجع لحتة دي تاني. محفاظة بوما دي في القشرة. والقريبة في القشرة. والبعيدة في القشرة. اما سانية هنا في النخاع. ويه ده في النخاع وبيفتح في الحوض. وبيفتح في الحالب. مهمة جدا من الحتة اللي جاية دي. ده القناة المركزية. دي اسمها القناة المركزية. هنا جسم الخلية العصبية الموصلة. ده جسم الموصلة. وده التفرع النهائي بتاع الموصلة. طيب مين اللي داخل هنا بي دي? هنا جسم طيب ده جسم الخلية العصبية الحسية. جسم حسية. دي زوائد شجيرية. زوائد شجائية. ده التفرع النهائي لها. ده تفرع نهائي. خلي بقى لك التفرع النهائي للحسية ارتبط بجسم او زواجة شجرية للموصلة. للموصلة. طب النهائي. النهائي بتاع الموصلة مسك في مين? مسك في جسم خلينا اعملها بلون تاني. جسم الحركية. ده جسم مين? جسم الحركية. وده التفرع النهائي اللي فيها. رايح للعضلة او الغدد. عضلات او غدد عشان يعمل لها ايه? الحركة. خلاص? يبقى ايه اللي موجود جوة المادة الرمادية? موجود التفرع النهائي للحسية وجسم الموصلة والتفرع النهائي. الموصلة وجسم الحركية. يبقى فيه اتنين جسم واثنين تفرع نهائي. اتنين جسم. اتنين جسم. واثنين تفرع نهائي. زوائد. سوري لا ده تفرع نهائي. اه مهو اتنين جسم اتنين تفرع نهائي. وبره هنا زواجة شجيرية وهنا تفرع نهاية اكي يا شباب هيهو المسافة من هنا دي اطول من هنا خلي بالكم الحسية ابو الخلية تلاقيها خلية قصيرة يبقى موسلة خلية طويلة ومنظرة كده يبقى دي حركية ام الخلية تحس ان هي في حاجة غريبة كده وكده وكده دي الحسية يبقى دي موسلة ودي حركية ودي ايه حسية ام جسمي في النص دي تمام جزء مهم كمان لو ده الكبد ايه اللي داخل جوه الكبد وريد بابي كبدي وريد بابي كبدي اما الايه اللي خارج من الكبد خارج منه ده وريد كبدي هنا احماض امينية دخلة لسه دخلك كبد احماض امينية تبدأ يستطرجوا منها وياخدوا منها المجموعة الامين عشان يكونوا منها اليوريا فتبدأ اليوريا تخرج في الوريد الكبدي يبقى مين في يوريا اكتر ده ده اللي في يوريا اكتر اكتر ده لسه فيها قل ده اللي جاية لها من القلب خلي بالك طب الوريد الكبدي ده يروح يصب مين يصب في الوريد الاجوة في الصفل اللي بيصب جوه مين بيصب جوه القلب فالقلب يبدأ يوزع الدم على الجسم كله لحد ما يوصل للكلة عشان تخرجه هلوز يبقى ده الوريد الكبدي هو فيه نسبة في الوريد الكبدي من اليوريا اكتر من الوريد البابي الكبدي ده الكبد مصنع بناء اليوريا مصنع بناء اليوريا طب اليوريا دي هتروح لمين تخرجها هتروح للكلية تخرجها صنعت في الكبدي تخرج عن طريق الكالية اعتقد يعني that's enough مع الحاجات اللي نازلة وgood luck